اشتركوا في القناة السادس والعشرين من مايو من العام 2021 وبرعاية الوسيط الأفضل والأمثل للتداول في الشرق الأوسط شركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء نبتدئ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس ونلاحظ أخواني العزاء أن مؤشر الدولار الأمريكي على المدى الطويل لا زال يتداول في ظل نموذج سلبي هابط ولا يزال يتعرض لمزيد من الضغوط السلبية ولكن على المدى القصير قد نشاهد محاولة مؤشر الدولار الأمريكي اكتساب بعض القوة وقد نشاهد قوة مؤقتة لمؤشر الدولار الأمريكي ترقبا للبيانات الهامة الاقتصادية الذي سوف تصدر على الدولار يوم الغد قد نشاهد قبل صدور هذه البيانات خلال اليوم قوة مؤقتة للدولار حتى الغد قد يستفيد الدولار من خلالها أمام أزواج المملات وقد نشاهد تراجعات في المؤشرات العالمية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار حتى اللحظة وللجلسة الثانية على التوالي لا يزال يحاول تأكيد اختراق مستوى المقاومة الماثل المستوى سعر 1.22500 وتحدثنا حتى اللحظة لم يتحقق شرط الاختراق وهو تأكيد الاختراق الشرط الثاني بناء على قاعدة السلوك السعر التي تم شرحها سابقا وتجدون الدروس على قناتي في اليوتيوب وحتى اللحظة لن نستطيع الجزم بانطلاقة زوج اليورو دولار إلا بتأكيد الاختراق لمستوى 1.22500 أما إذا استمرت الأسعار بالتداول دون مستويات 1.22500 قد نشاهد قوة مؤقتة للدولار قد تعيد اختبار مستويات 1.21700 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار لا يزال يعتبر صاعد ولكن على المدى القصير لا يزال يتداول بداخل القناة العرضية المحصورة والمضللة أمامكم ومثلما تحدثنا لن نحدد مسار واضح وصريح لزوج الباون دولار حتى يتم كسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية المحصورة وطوال ما هو يتداول بداخلنا نتوقع التداولات ما بين الدعم الماثل عن مستويات 1.41000 والمقاومة الماثلة عن مستوى سعر 1.42000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان ونلاحظ أيضا أن زوج الباون ديان للجلسة الثالثة بل الرابعة على التوالي وهو لا يزال يستقر بالتداولات حول منطقة الدعم المحورية الماثلة عن مستوى سعر 153.700 وتحدثنا إذا نجحت الأسعار بتكوين نموذج ارتداد صاعد ونجحت باختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد انطلاقه لزوج الباون ديان نحو مستويات 156 أما كسر مستويات 153.700 قد تكلف الزوج الكثير وتهوي به إلى مستويات 151 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ولا جديد يذكر حيث أن الزوج لا يزال يتداول الجلسة الرابعة على التوالي في ظل القناة العرضية المحصورة المضللة أمامكم ولن يحدد الزوج مسار واضح وصريح إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية المحصورة وإذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 0.78 ألف من الممكن حينها أن نبدأ بتوقعات تدعم انطلاقة الدولار الاسترالي نحو مستويات 0.80 ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل ين الياباني نلاحظ أيضا أن زوج الدولار ين يتداول في ظل نطاق عرضي محصور ومثل ما تحدثنا سابقا مفتاح التداول ونقطة تحول الاتجاه ونقطة البايفيت هي مستوى سعر 109.350 ننتظر اختراق هذا المستوى لتأكيد الإيجابية والسعي نحو تحقيق الأهداف الذي تكمن عند مستويات 110.412 على المدى المتوسط ولكن طوالما أن الأسعار تتداول دون مستويات 109.350 لا يزال السيناريو العرضي المحصور هو المتوقع إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وقد اقتربنا خلال الجلسة السابقة من تحقيق الهدف الأول الماتل عند مستويات 8.50 ولكن حتى اللحظة وبالرغم من التراجعات التي حصلت لا يزال يعتبر الزوج في طور النطاق الإيجابي الصاعد تداولاته مستقرة أعلى الدعم المحورية ماتل عند مستويات 8.35 واستمرارية التداولات أعلى هذا الدعم لا تزال تدعم الصعود وتحقيق الهدف الماتل عند مستويات 8.50 و8.70 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وللاحظ أن البيتكوين لا يزال يستمر خلال الساعات السابقة بمحاولة اختراق منطقة المقاومة المحورية الذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مكونا منطقة مقاومة متحركة ثانية قوية تلتحم مع منطقة المقاومة الماتل عند مستوى سعر 42.000 دولار وإذا نجح البيتكوين باختراق مستوى 42.000 دولار قد نشاهد محاولة استعادة البيتكوين لقوته مجددا والاندفاع نحو مستوى الحاجز النفسي الماتل عند مستوى سعر 52.000 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وأبارك لكم تحقيق الهدف الأول الماثل عند مستويات 1900 دولار للأنصة الواحدة وحاليا حتى اللحظة يحاول الذهب التمسك بالزخم الإيجابي الصاعد مدعوما باستمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستقرار الأسعار أعلى الدعم المحوري الماثل عند مستوى سعر 1875 دولار للأنصة الواحدة وثبات الذهب أعلى هذه الدعوم يمنح الذهب فرصة الانطلاق نحو مستويات 1930 دولار للأنصة الواحدة والهدف الرئيسي المرتقب عند مستويات 2000 دولار للأنصة الواحدة على المدى المتوسط إذن أخواني الأعزاء شرط الاستمرار بالإيجابية هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 1875 دولار للأنصة الواحدة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام نلاحظ أن النفط الخام للجلسة الرابعة على التوالي لازال يتداول بالقرب من منطقة الحاجز النفسي ونقطة المقاومة القوية الماثلة عند مستوى سعر 66 دولار ونلاحظ أن الأسعار في الثامن عشر من مايو والثاني عشر من مايو والخامس من مايو أيضا تحاول اختراق وتأكيد اختراق مستوى 66 دولار وتفشل ولا تزال المحاولات قائمة وإذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 66 دولار قد نشاهد اندفاع قوي جدا للنفط الخام قد يصل به إلى مستويات 69 دولار و72 دولار على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة متأثرة بملك الملاذات الآمنة الذهب وحاليا لا تزال تتقدم مثل ما ذكرنا ثبات الفضة على مستويات 27.500 لا تزال تمنح الأسعار نحو الزحف نحو مستوى 30 دولار كهدف أولي وقد حققنا الهدف الأولي السابق الماثل عند مستويات 28 دولار وقد وصينا يوم الأمس بشراء الفضة على جميع الشبكات التواصل الاجتماعي وبحمد الله تعالى لا تزال التوصية إلى الآن رابحة ومحققة أرباح جيدة وسوف نقوم بحجز الأرباح بإذن الله تعالى والاستمرارية وانتظار الأهداف الموضوعة في التوصية إذن أخواني العزاء شرط استمرار الإيجابية وثبات الأسعار على مستويات 27.500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ أن الغاز الطبيعي لازال يستمر في المحاولات باختراق مستوى المقاومة الماثل لمستوى سعر 3 والذي يقترب منه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مكونا منطقة مقاومة متحركة ولكن حتى اللحظة لا تزال الأسعار تحاول الاختراق وإذا نجح الاختراق وتأكيد هذا الاختراق والثبات أعلى مستويات الثلاثة فسوف يتصدر الغاز الطبيعي المشهد ويعود للانطلاق نحن مستويات 3.100 و3.300 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونلاحظ أن مؤشر الداو جونز الصناعي هو الآخر لا يزال تراجع الزخم الصاعد موعا ما على المدى القصير ولكن حتى اللحظة لا يزال السيناريو الإيجابي على المدى المتوسط هو المسيطر على الموقف واستمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى الدعم الماثل عن مستوى سعر 34.000 لا تزال تمنح الداو جونز قوة قادمة قد نشاهد من خلالها استهداف مستويات 35.000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورس 500 الاس بي فايف هندرد ونلاحظ أيضا أن مؤشر الاس بي فايف هندرد هو الآخر قد بدأ ببعض من التصحيحات ولكن على المدى الواسع نشاهد أن مستوى الـ 4.100 منطقة دعم مهمة ثبات الأسعار أعلىها يمنح الأسعار قوة قادمة تستهدف مستويات 4.300 و 4.400 خلال الساعات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني وللاحظ أن مؤشر الداكس لا يزال يستمر في تحقيق الإيجابية ومثل ما ذكرنا سابقا ثبات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى مستوى سعر 15.000 لا يزال يدعم السيناريو الصاعد وننتظر الأهداف الماثلة عن مستويات 15.600 و 16.000 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر الداكس الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر الداكس لا يزال يتداول في ظل القناة المحصورة على النطاق الضيق ونشاهد أن الأسعار لن تحدد مسار واضح وصريح إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية المحصورة وإذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 13.800 فحيننا سوف تتأكد الإيجابية وننتظر الهدف عند مستويات 14.800 أما ثبات الأسعار دون مستويات 13.800 قد توحي بالعودة إلى النطاق العرضي المتذبذب وقد نشاهد الأسعار تتداول وتتأرجح ما بين الدعم والمقاومة المذكورين للقناة المحصورة إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا من يطير التحيات وفي أمان الله